بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازيك يا سنة 5 عاملين ايه ياربو كلكم تكونوا بخير يا حبيبي النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنحل مع بعض اسئلة الدرس التاني في الواحدة السابعة هنحل مع بعض اسئلة لسنتو في يونس سيفن وقبل ما نبدأ في الحل ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على علامة لايك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد ولوليكو اي حاجة يا حبابي اكتبوه في كومنت ونبدأ على طول في حل لأسئلة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال بقول لي listen and complete listen and complete يعني استمعوا اكمل الكلمة اللي بتسمعوها بنكتبها في النقط ده سؤال استمع يعني بيعتمد على استمع الكلمة اللي بنسمعها يا حبابي بنكتبها في النقط اول كلمة have h-a-v-e تاني كلمة juice g-u-i-c-e تالت كلمة no k-n-o-w رابع كلمة like l-i-k-e ده سؤال استمع الكلمة اللي بنسمعها من المسأو المسطر في الامتحان بنكتبها في النقط خلاص يا حبابي تاني سؤال بقول لي circle the good bird and replace it with a correct one يعني ضع دقيرة حول الكلمة المختلفة وستبدلها بكلمة مناسبة رابع كلمات طبعا في كلمة مختلفة وثلاثة من نوع واحد انا بعمل circle على الكلمة المختلفة وبكتب كلمة في النقط زي التلت كلمات البقيين من نفس نوع الكلمات بس كلمة مختلفة عنهم خلاص يا حبابي عندي slow fast big paper طبعا كلهم adjectives صفات مع عادة كلمة paper يبا هي دي الكلمة اللي هنعمل عليها circle دقيرة ونكتب كلمة من نفس نوع الكلمات الموجودة عندي دول يا حبابي بصفات هنكتب صفة بس واحدة مختلفة عن التلاتة الموجودين عندي نكتب مثلا tall t-a-l-l عندي بعد كده whale dolphin like crab كلهم حيوانات بحرية مع عادة like verb فعل بمعنى يحب نعمل circle على like ونكتب حيوان بحري غير التلاتة الموجودين عندي في الامتحان زي مثلا eel صعبان الماء e-e-l بعد كده have throw no seriously طبعا كلهم أفعال مع عادة seriously adjective صفة نعمل circle على seriously ونكتب verb زي c يارى s-e-e بعد كده حسن crab كريم نبيل كلهم أسماء أولاد مع عادة crab كبوريا طبعا هنعمل circle على crab ونكتب أحمد blue green جوس red طبعا blue lone green lone red lone كلهم color زي ألوان مع عادة جوس عصير نعمل circle على جوس ونكتب أي يلونة غير الثلاثة الموجودين عندي زي yellow y-e l-o-w بعد كده بجيب لي passage ومجموعة من الكلمات أنا بكمل passage من الكلمات اللي فوق بختار الكلمة المناسبة وبكتبها في النقطة حسب معنى passage أو الجملة اللي أنا هكملها هنا نقرأ الأول ونترجم I went with my family to the aquarium يعني أنا ذهبت مع عائلتي إلى حديوكة الأسماك يصر دي بالأمس there were many space يعني فراغ أو نقط يعني of marine animals طبعا kindis يعني إيه أنواع many kindis بقى هالرقم kindis number one ونكتبها في النقطة بعد كده we saw نحن رأينا أول الحوت and a dolphin احنا شفنا الحوت والدولفن يبقى هنرقم dolphin two نكتبها في النقطة التانية we saw an eel رأينا صعبان الماء هنرقمها number three ونكتبها في النقطة we saw an eel two we saw an eel two يعني نحن رأينا صعبان الماء أيضا the shark the shark was fast يعني سمكة الكرش كانت سريعة the shark was fast but ولكن the crab was بعد كده نقط هنختار كلمة slow ولكن الكبورية كانت إيه بطيئة خلاص يا حبابي slow هنرقم slow نكتبها في النقط بعد كده choose اختار طبعا أول جملة أمر منفي تتكون من don't مصدر الفعل باقي الجملة هنختار don't don't throw paper لترمي الورق بعد كده I am وبعد كده نقط بنقول على النقط يا حبابي space I need some juice أنا عايز عصير معنى كده أن أنا إيه سرستي يعني عطشانة الجملة اللي بعد كده a أو an نقط looks like a snake طبعا هنا بجيب لي a أو an أدوات النكرة لو أنا هختار كلمة بتبدأ بحرف متحرك لو أنا يا حبابي هختار كلمة بتبدأ بحرف متحرك هعمل خط كده على a وهسيب an زي ما هي an il كلمة il بتبدأ بحرف متحرك an il looks like a snake كده أنا مش عايزة a أنا عايزة an خلاص يا حبابي يبه هنا an il looks like a snake يعني صعبان الماء يشبه الصعبان الجملة الرابعة زي اكتباس has ايه تقرمز زي اكتباس has ايه تقرمز يعني ايه الاختبوت ليه 8 ازرع خلاص يا حبابي لازم نبقى فاهمين معنى الجملة بقول ايه علشان نختار صح i like زرد فش انا احب السمكة اللي لونها احمر it's my favorite انا بحب حاجة يبقى دي الحاجة لان ايه بفضلها انها المفضلة لي it's my favorite بعد كده الترتيب اول جملة هتبقى ايه هذه الكبورية ليست سريعة this crab isn't fast انا كده ركمت الجملة نكتبها بقى واحد this بعد كده crab بعديها isn't الثالثة fast الربع يبقى this crab isn't fast الجملة اللي بعد كده عبارة عن الكوست شان سؤال how about you السؤال حفظينو how about you يعني ماذا عن كا بعد كده i like جملة بدأت بفعل يبقى فعل فعل وبقى الجملة i like crabs and dolphins ممكن نقولها بترقى تانية ممكن اقول i like dolphins and crabs كده صح وكده صح يا حبيبي انا قلت i like crabs and dolphins اخر جملة في الترتيب عبارة عن كوست شان سؤال what are you going to have ده سؤال في زمن المستقبل what are you going to have what are you going to have بعد كده بقول لي ايه look and write a paragraph of five sentences يعني انظر واكتب فكرة انشائية من خمس جمل هنكون خمس جمل على الصورة الموجودة اي جملة يا حبيبي كونوها بالعرب الاول وبعد كده حولوها انجلش يعني مثلا عايز اقول ايه يوجد بعض الحيوانات البحرية is a dolphin عايز اقول انا احب الحيوانات البحرية انا يعني اي احب يعني like i like حيوانات بحرية marine animals يبقى هنقول اي like marine animals هنقولهم تاني من الاول there are some marine animals there is a whale the whale is big there is a shark there is a dolphin i like marine animals بعد كده بنكتوشن يعني ضع علامات التركيم الحاجات النقصة في الجملة بكملها هنا وفوة نزلها كابتل وبعد كده ابصرف اس في ابصرف والي في اماد عماد يعني نزلها كابتل زي ما وفي الاخر كوية شارمارك علامة استفهام ده سؤال عادي ده سؤال مش جملة يعني هنحط في الاخر علامة استفهام الجملة التانية الام في هنا الكي في كريم وفي الاخر فورستوب ده جملة عادية هنحط في الاخر نقطة كده يا حبابي انتهينا من حل اسئلة الدرس التانية في الواحدة السبعة ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على علامة لايك وتفعلوا زج الجرس ليوصلكوا كل جديد وأسفكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقروا في القناة